الرئيس السيثي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول مواجهات بين متظاهرين والأمن اللبناني أمام البرلمان قبيل جلسة منح الثقة للحكومة ضحايا فيروس كورونا الجديد حول العالم يتخطون حاجز الألاف الحدية عشرة صباحا تاسعة بتوقيت جورنيتش مجز إغباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيثي فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020 في دورته الرابعة والذي يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 11 حتى 13 من فبراير الجاري تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات الغد من الطاقة ويعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وعرض أحدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة كما يوفر فرصة متميزة للعارضين من الشركات البترولية المختلفة لإبراز أحدث الأنشطة والخدمات والحلول والتي يقدمونها والترويج لها على نطاق دولي وإقليمي متمايز بما يسهم في تنمية أعمالهم وإتاحة الفرصة للدخول في شركات وأسواق جديدة قام المحتجون اللبنانيون بكسر الأبواب الحديدية المنتشرة أمام مقر مجلس النواب في محاولة لمنع عقاده بينما استخدمت قوة الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم مما أصفر عن وقوع إصابات من جهة إهداع الجيش اللبناني المتظاهرين إلى عدم الدخول في مواجهات بالقوة مع وحدات الجيش والأجهزة الأمنية كان منظموء الحراك دعوا إلى إدراب عام اليوم مطالبين جميع القطاعات النقابية والمصرفية والتعليمية بالمشاركة أيضا في تظاهرة لمحاصرة مجلس النواب رفضا لحكومة حسن ذهب أعلنت وزارة الدفاع الروسي عن إسقاط وسائل الدفاع الجوي في قاعدة حميميم طائرتين مسيرتين أطلقت هما مسلحون من مدينة إدلب السورية وأكد المركز الروسي للمصالحة بسوريا عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات تجراء الهجومين مشيرا إلى أن قاعدة حميميم تواصل العمل بشكل طبيعي أصدر القضاء العسكري الجزائري أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما على سعيد بودفليقة بالإضافة إلى مديري جهاز المخابرات السابقين وذلك في إطار قضايا وجهت لهم فيها تهم بالتأمر ضد سلطة الدولة هذا وتم الإفراج عن زعيمة حزب العمال لويزا حنون بعد إصدار مجلس الاستئناف العسكري حكما بالسجن مدته ثلاث سنوات أعلنت الصين ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1017 بعد تسجيل 109 حالات وفاة جديدة وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الوباء أصاب 42708 أشخاص في الصين نفذ عنصر انتحاري هجوما في العاصمة الأفغانية كابل أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحة وبحسب مسؤولين محليين فإن التفجير وقع قرب بوابة كلية عسكرية حكومية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومة ختم هذا الموجز لمزيد من الأخبار تابعوا دائماً موقعنا الإخباري أكسترونيوز دوت تي في شكراً لكم موسيقى